اشتركوا في القناة عندنا حديث هنا الآن حديث عبد الله بن عباس قال الإمام البخري حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقصة رجوعه والتماسه لطلب العلم بينا ذلك كثيرا وهو أثبت الناس أو أصاح الناس كتابا في مالك الإمام مالك قال عن مالك مالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم كما قال الإمام الشافعي والإمام مالك هو إمام من الإمام الأربعة صاحب المذهب المتبع كتب الله له القبول في الأرض الله ما اكتب لنا قبول جميعا يا رب العمين عن مخرام بن سليمان مخرام بن سليمان الأزدي الوالبي المدني نعم قال ابن معين ثقة قال أبو حاتم الرازي صالح الحديث ثقة وذاكر ابن أحبان في الثقات وقد قتل شهيدا رضي الله عنه ورضاه وكان ابن سعد قال قرير حديث عن كريب جزاكم الله كل خير كريب هو كريب ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي أبو رجدين الحدازي ابن معين قال ثقة وابن أحبان ذكره في الثقات والنسائي قال ثقة وابن سعد قال ثقة حسن الحديث عن ابن عباس ابن عباس وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من العبدال الأربعة من السبع المخرين عن النبي الأمين صحابي ابن صحابي ترجمان القرآن هو ترجمان القرآن أخباره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فالضجعت في عرض وسادة والضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها سبحان الله هذا التلطف بالصغير فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران وهذه أيضا السنة في قيام الليلة تساعد عليه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضعت يده اليمنى على رأسي فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين وأتى بي على يساره ثم صلى ركعتين ركعتين هذا المهم الذي نريده هنا الشاهد لنا باب الوتر الذي تكلم عنه المصنف ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر ثم اتضجع ركعتين ركعتين أوتر بثلاثة يعني هنا تسعة هنا الآن ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر ثم اتضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح فآخر ركعتين على قول ابن عباس هنا هما ركعة الفجر هما ركعة الفجر ثم ضجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج في صلى الصبح لكن قبلها أنه صلى الوتر ثم أوتر قال ثم أوتر ظاهر الحديث هنا أنه أوتر منفردا إفرادا بالوتري وصلى قبلها ركعتين وهذا على مقالة جماهير أهل العلم في هذا الباب وأنه على جهاز أو المستحب أن يصل الوتر واحدة أن يصل الوتر واحدة ركعة واحدة بعد أن يسلم من ركعتين سابقتين تكون شفعا ثم يوتر بواحدة ثم يوتر بواحدة وقد أخرج هذا الحديث أبو داود عن القانبي وقال القانبي ست مرات يعني ست مرات ركعتين 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 ستة يعني 12 ركعة وأوتر بواحدة يبعى إذن مجموع الصلوات 13 ركعة وهذا ورد أيضا في الصحيح أنه وصلى 13 ركعة قد قال العلماء ما قاله ابن عباس ب13 ركعة لا يخالف من قالته عائشة 11 ركعة لأن الكلام على ركعتين الأخيرتين هما ركعة الفجر هما ركعة الفجر وذلك قال عبدالبر في التمهيد لم يختلف عن مالك في إسنادي ولا في لفظي وقد خرجه الإمام البخاري في كتاب العلماء ابن عباس أن النبي صلى قبل أن ينام أربع ركعات ثم نام ثم لما قام النليل صلى خمس ركعة يعني أربع أربع وأوتر بواحد ثم صلى ركعتين يبقى 11 ركعة ثم صلى ركعتين ثم نام ثم خرج إلى الصلاة وهذا معناه أنه يشعر بنه قد أوطر خمسة يعني عندنا سورتان أوطر واحدة وهذا الذي أراده المصنف هنا وهذا هو الأفضل وهذا الذي قاله جمهور أهل الألم أوطر بخمسة وهذا جائز في قول الشفائية غير الحنبلة قالوا أوطر بخمسة أوطر بثلاثة أوطر بخمس وقد ورد في السنة أنه أوطر بخمسة لا يجلس إلا في آخرهن وقد ورد من رواية كريب قال فيه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ فكانت الركعتين كانت الكام على آخر ركعتين هما ركعة الفجر وأيضا أخرج أبو داود في سننه بسندي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوطر بخمس لم يجلس بينهن وهذا الذي يشعر فيها كلام صحيح مسلم أنه أوطر بخمس خمس متتاليات جلس في الأخيرة جلس في الأخيرة وهذا كما قلنا على قول الشفعية أنه يجوز وهذه صورة أخرى للوطر قد بياننا أمس أن أفضل الصور في ذلك صورة أنه يتر بواحدة ويشفع قبلها ويسلم من ركعتين فيوتر بواحدة أو يتر بثلاث متواصلات أو يتر بخمس متواصلات أو يتر بسبعة ولها صورتان يجلس فيه السادسة ويجلس فيه الأخيرة وكان جمهير أنه يجلس في السابعة فقط وأيضا يتر بتسع يجلس في السامنة ويجلس في التسع وقد روى أبو داود من الحديث أم حامل القيس الأزدي عن حكم عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال فيه أنه وصلى سبعا أو خمسا أو طر بهن لم يجلس إلا في آخرهن وبين أنه وصلى هذا لصورة الوطر الأخرى هنا متواصلات صلى الخمسة أو السبع متواصلات كان الحديث الصحيحة التي ورد في الصحيحة أنه ما أوطر إلا بواحدة صلى قبلها رقعتين ثم أوطر سواء قلنا صلى رقعتين ثم صلى رقعتين ستا أو خمسا لكنه أوطر بركعة وأنه اتضجع قبل رقعتين الفجر في رواية مالك أن النفس السلام اتضجع قبل رقعتين الفجر وقد ورد الصحيح مسلم أنه وصلى 11 رقعة ثم احتبى احتبى يعني ضم يعني جلس جلس اليمنيين ووضع يده على رقبتين وهو جالس حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تمام له الفجر صلى رقعتين خفيفتين هذا مع الكلام أنه وصلى 11 رقعة فكون تماما ستاة 11 رقعة رقعة الفجر على مقود والخلاف هنا هل ابن عباس أدرك النبي يصلي الوتر رقعة واحدة هذا الذي في الصحاح هذا الذي في الصحاح وأما في السنة أنه وصلى خمس متواريات أو سبع متواريات صلى خمسا متواريات أو سبعا متواريات ورواية مالك المقطع أنه وصلى واحدة ورواية الصحاح كما قلنا في ذلك وقد ورد في النسائي وفي غيري من وجوه غيره قوية أنه وصلى ثمان رقعة وأوطر بثلاث رقعة والذي في مسلم أن نبي صلى تلك الليلة ست رقعة ثم أوطر بثلاث ثم أذن ومأذن فخرج إلى الصلاة وهذا طبعا مخالف للصحيح الصريح الذي جاء عن النبي أنه وصلى رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين الخلاف الصحيح بين الـ 11 و بين الـ 13 وأيضا في الكلام على أنه أوطر بوحدة هذا الذي جاء به الصحاح أما أوطر بخمس متواريات أو سبع متواريات جاء به السنن ومخالف لما في الصحاح لكن ورد ورد في غير في غير أحاديث ابن عباس أن نبي صلى بثلاث متواريات أو صلى بخمس متواريات حديث مسلم صلى تسع رقعتين وصلى رقعتين الفجر هي بـ 11 رقعة بركعتين الفجر وأكثر الروايات التي لأت في الصحيح أنها ثلاث عشر رقعة يعني هي ثلاث عشر رقعة صلىها النبي عليه السلام بركعتين الفجر يعني وافق عائشة في الـ 11 رقعة والحق أن رواية مالك أيضا جاءت بـ 13 رقعة نعم لكن بدون رقعتين الفجر وكذا رواه الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن كرايب عن ابن عباس خرج حديثه النسائي وذكر الإمام أحمد أن الأعمش واهمة في إسنادي وأكثر الروايات تدل على أن رقعتين الفجر من الثلاث عشرتين وهذا يكون موافقا لرواية عائشة رد الله عن أرضاه ولا يقال بتعدد القصة هذا فيه وهم أدركهم الوهم ولكن الجامع هذا حتى لا نوع نوهم الراوي الرواة نقول من رواه 13 رقعة ضم معا رقعتين الفجر دون أن يفصل ومن قال بـ 11 رقعة وافق عائشة في ذلك ورقعتين الفجر صلى رقعتين الفجر فانضمت لها بـ 13 رقعة لكن الوهم من قال بنا 13 رقعة غير رقعتين الفجر وصرح بذلك كان رواة الأعمى الشعرين فيكون الوهم فيها هنا يبقى حديث ابن عباس القصة لم تتعدد هو أن ابن السلام نام أو ممكن يقال أنها تعددت بناه صلى أربعا ثم نام ثم صلى أربعا ثم أوطر وثلاثة وقد نقول لم تتعدد وصلى أربعا ثم أربعا ثم أوطر وثلاثة ثم صلى رقعتين الفجر والمجموعة يكون 13 رقعة بركعتين الفجر وهذا يوافق كلام عائشة رد الله عن أرضاه وحديث عائشة رد الله عنها وأرضاه وقد خرج البخاري أيضا من رواية شريك ابن أبي نامر عن قريب عن ابن عباس في بانه صلى 13 رقعة وفي رواية أبي داود أن النبي صلى 13 رقعة من رقعتها الفجر قال ابن عباس قال حذرت قيامه في كل رقعة كمقدار آية يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رد الله عنه وأرضاه وخراج البخاري أنه صلى قبل نومه أربعا ثم بعد قيامه من نومه خمسا ثم صلى رقعتين أربعا خمسا تسع أو صلى رقعتين أحد عشر رقعا هذا الظاهر والظاهر أن رقعتين كانت كانت بعد الخمس وهما رقعة الفجر إذن صلى تسعا وصلى رقعتين الفجر ويؤكد ذلك رواية النسائية أنه صلى خمسا ثم صلى رقعتين ثم نام ثم نام يعني أصلى أحد عشر رقعة هذا قيام ثم نام ثم قام فصلى رقعتين ثم خرج إلى الصلاة رواية النسائية أوضح من رواية أبي داود عن ابن عباس أنه صلى أربعا قبل نوم ثم صلى خمسا ثم صلى خمسا ثم صلى رقعتين هذه أحد عشر رقعة وصلها جالسا فنام ثم قام فصلى فصلى رقعتين فعلى هذه الرواية صلى تسعا عشر رقعة بركعتين الفجر إذن عندنا حديثنا عباس يعني فيه رواية متعددة ردا لو قلنا بتعدد القصة أنه صلى أربعا قبل وأربعا بعد أو قلنا بأنه لما قام صلى رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين ثم رقعتين على تعدد القصة هنا يقول بذلك لكن فيها أنه بينا لنا أن النبي SCV في الوتن صلى رقعة وصلها بعدها رقعتين في رواية السنن رقعتين من غير رقعتين الفجر والتي في الصحاح أنها على رقعتين الفجر وأوطر بواحد ورواية السنن أوطر بخمس متوليات أو بسبع متوليات الخمسة هو الذي قال به أنه أصلى رقعتين رقعتين لأنه نحمل المطلق على المقيع فصلى رقعتين أو الترابيه واحدة ويكون بذلك توافق كل الروايات لما جاءت الرواية أنه صلى خمساً أو سبعاً نقول لا هذه الخمسة أو السبع يعني صلى ركعتين ركعتين وواحدة منفردة وطراً أو سبعاً ركعتين 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 ووتراً وحدة لتوافق رواية الصحيح وهي كما قلنا رواية ابن عباس موافقة رواية عائشة رادران عرضاء أنه ونفس السلام صلى 11 ركعة وتمام الثلاثة عشرة ركعة بركعتين الفجر خلاصة المسألة الوتر له صور هو أن يصليه مفصلاً أو يصليه وصلاً وهذا وارد يصلي ثلاث متواليات خمس متواليات سبع متواليات تسع متواليات وهذا ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا جمهور أهل العلم أنه يصليها منفردة واحدة بعدما يصلي شفعاً فيسلم من ركعتين يصلي واحدة وطراً وهذا أفضل ما يكون صورة للوتر طيب الفؤادة المستنبطة فعل النبي تشريع تواضع النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس ينام في عرض الوسادة ويصلي هو في طولها ساة ينام انشاء النوم ليس ناقداً في نفسه النوم ليس ناقداً في نفسه ناقداً في نفسه ناقداً في نفسه ناقداً في نفسه